في إطار المتابعة الدورية لأسواق السلع الجذائية عالميا ومحليا تبين أنه سعر السكر المحلي لسه محتفظ بنفس أسعاره منذ بداية العام في السوق الحر سعر السكر في الأسواق المحلية تقريبا بتراوح ما بين 7.5 جنيه و 9.5 جنيه للكيلو ده وفقا لبيان قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين سعر السكر التمويني بـ 8.5 جنيه بيتم دخل كميات كبيرة منه لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الشركة القابدة للصناعات الجذائية والتي تتحمل فارق السعر بين تكلفة الإنتاج وتكلفة التوزيع معنا الأستاذ أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة للشركة القابدة للصناعات الجذائية بوزارة التموين صباح الخير يا فاند صباح الخير على حضرتك يا فاند وعلى أستاذ المساعدين سبات سعر السكر هل ده بسبب سبات سعره عالمياً ولا وجود احتياطي عندنا كبير منه بالفعل حالي زي ما تفضلتي السكر عالمياً سعره اتفع ولكن وزارة التمويني عندنا هنا في مصر خذت مارنة السباقية قبل ما يحصل الارتفاع بتاعت باسعارتي نظراً لأن احنا التعلامي حضرتك أن الشركة القبضة للصناعات الجذائية اتبعها شركة السكر وصناعات تكاملية وشركة السكر وصناعات تكاملية لها مشاريع أخرى متاركة فيها تجيع لوزارة التموين زي شركة الاهلية زي شركة دلتا للصكر زي النغارية زي الفيو الأربع الشركات التي تنفيقوا سكر من بانجر السكر اللي هذا العام الحمد لله مصر كانت أشرة أن احنا حققنا اكتفاء ذاتي يقترب من 60% مصر هذا العام أنتكت مليون وثمينمائة ألف طن سكر من بانجر السكر علاوة على تسعمائة ألف طن سكر من قصب السكر هذا الكلام علي وزير التموين اجتمع مع هذه الشركات ليفكل احتياطي استراتيجي عالي هذا الاحتياطي الاستراتيجي العالي بيعتبر أمان يتيح غفرة بالسوق وبسعر توازني اقتصادي زي ما حلقت فصلت أن سكر التموين لن يزيد عن 8 جنيه ونصف الكيلو والسكر الحر متوفر في المنافذ التابعة للجزارة من المجمعات ايه الأسباب أصلا اللي بتسبب ارتفاع أسعار السكر يعني سواء محليا أو عالميا تماما حضرتك السكر مصابس بالطاقة يعني هو عنصر طاقة أيوة لما بيغلى البترول حضرتك يرتفع قيمة البترول بيرتفع معها قيمة السكر ليه والعقل صحيح ليه حضرتك لأن عندنا البرانسيل هي أكبر منطق السكر في العالم بسيطة تقديم حوالي 43 مليون طن لما بيحصل أن الصاقة بتبقى حضرتك سعرها بيغلى بتحول جزء من السكر اللي عندها أو جزء من البحصول اللي هو بالسكر اللي هو القصب إلى حاجة اسمها البايوفيول أو الكود الحيوي اللي هو البايو السنول أو السنول اللي هو الكحول عشان لما بتحول جزء من الكحول عشان سعره بيبقى عالي في نذاكها الوقت بيقلل المتاح في السوق لما يقل المتاح في السوق العالمي يبدأ البورصة بتاعت السكر تعليم في نفس الوقت التغريرات المناخية اللي احنا بنعاني منها حضرتك ومشاهده العام بقالوا في وقت سنتين من تغريرات مناخية أصدرت على أوروبا بجزء من الجفاف وهكذا في الفرازيل فكمية المتاح اللي هو العالمي بدأ يقل من السكر المنتج العالمي أنا مكلمش على داخل مصر فبالتالي السعر البورصة بيبدأ يعلى فوق بعض الناس بتحاول تستغل الأسعار العالية بتاعت برد وتبقى عاوزة تعلي جوه مصر الميزة النسبية اللي عندنا جوه مصر هو التنوع المناخي دوت احنا عندنا زرعين في كذا محافظة وزرعين في كذا مكان اديتنا ميزة نسبية حضرتك زائد الخطة بتاعت الزاولة اللي حطناها في التوسع في المحاصيل الاستراتيجية نتوسعنا في زراعة بانجر السكر حضرت مصر بعد أن كانت المساحة لا تتعدى 400 ألف فدان النهاردة مصر هذا العام كانت سرعة 640 ألف فدان محفظة الاحتياطي عندنا قدقية يا فندم حجم الاحتياطي تقريبا عندنا قدقية 6 شهور يا فندم 6 شهور ونطمن الناس حضرتك كلها السكر متاح وفرف وموجود في المخازن بتاعت المطانع ومزارة التموين عاملة خطوات باقية مرنة لتكون هذا الاحتياطيجي ليتوفر السكر التمويني والحر كمان يا فندم في رنج الأسعار في متناول الجميع 8.5 متناول الجميع طيب هل هي نشهد انخفاض في أسعار الفترة اللي جاية؟ الانخفاض وكل المحاولات دلوقتي حارك للثبات الساعة الانخفاض بيبقى أول حقرتك ما يبدأ يخش علينا شهر يناير بيبدأ الانتاج بتاع الموسم الكتير وبيبقى فيه جزء موجود من الاحتياطيجي فبيبقى الانتاج زائد جزء من الاحتياطي فبيبقى بالعرض أكثر فتلاقي حضرتك حتى ممكن تلاقي في بعض الأماكن الساعة يقل على 8.5 متناول الجميع وفي أسعار الفترة اللي جاية حضرتك 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 موسيقى موسيقى